تزامنا إذن مع الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بهذه الذكرى وقالت إن ذكرى الثورة الثالث والعشرين من يوليو تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر كما أشرنا إذن هذه التهنئة وهذه التدوينة التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي تتحدث عن ذكرى هذه الثورة في ذكرها الثامنة والستين ولعلكم تابعتم كذلك التدوينتين التي تحدث بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومن قبل ذلك كانت الكلمة التي تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا عن حجم التحديات التي ألمت بمصر وعن نبل القيم والأهداف التي من أجلها قامت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952